احنا في احلى ايام في السنة يعني ولو بنتكلم عن الشهر الكريم احنا في الايام الاولى من شهر رمضان المبارك ودي ايام الرحمة اللي بيحرص فيها الصايمين على التصدق وكثرة الدعاء والاستغفار وطبعا التقرب لربنا سبحانه وتعالى ده حياة بسانت يمكن الرحمة دي دايما بتكون فيها انواع مختلفة منها العفو منها التسامح ما بين الناس بعضها البعض خلونا نعرف تفاصيل اكتر عن الرحمة في شهر رمضان شهر الرحمة من خلال ضفنا الكريم اللي منورنا فيه الستوديو الدكتور محمود السيد صابر عضو مركز الازهر للفتوى الالكترونية صباح الخير يا دكتور صباح النور اهلا وسلام بحضراتك والسادة المشاهدين وكل سلام انتم خير وطيبين نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعد علينا هذه الايام ونحن على احسن حال على الدوام اللهم امين امين يا رب يعني خليني اقول لحضرتك في البداية ان انا بقشيت بالمجهودات الكبيرة قوي اللي يمكن الناس بتعملها عشان تساعد بعضها بنشوف الوجبات السريعة اللي يمكن الشباب بيشاركوا فيها عشان يودوها مناطق بعيدة من المحافظات المختلفة بنشوف التكاتف اللي يمكن ما بين الشباب وبعضها ويمكن زي من المشاهد الجميلة وده اللي بيميز شهر رمضان خلينا نتكلم عن الرحمة كمفهوم في البداية دي اكتر صفة يمكن تقررت في القرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم ما ارسل الا رحمة للعالمين ازاي نتعامل مع بعضنا في شهر رمضان وطبعا شهر رمضان وشهر كده احنا بنقف نقدف فيه نفسنا منه نكمل بقية شهور السنة فبتطلب مننا ايه وايه هو مفهوم الرحمة عندنا في الإسلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه طبعا احنا لو نظرنا الى حال الناس بشكل عام هنلاقي ان ربنا سبحانه وتعالى بيأمر دايما بمكارم الاخلاق بيأمر دايما بالصفات الطيبة بالصفات الحسنة في كل الايام وفي كل الشهور لكن في شهر رمضان لو نظرنا الى حال النبي صلى الله عليه وسلم هنجد ان حال النبي عليه الصلاة والسلام طول السنة بحال معين اذا دخل شهر رمضان يختلف حاله تماما يعني مش عيب ابدا عليه الصلاة والسلام يعني مش عيب ابدا ان الانسان يكون بصفة معينة او بطريقة معينة طول السنة لكن لما ييجي شهر رمضان يغير من نفسه ويغير من حاله ويحسن من اوضاعه اي امور سلبية بالنسبة ويحاول ان هو يتلشاها وينتهي منها لان النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا حاله دائما فيما روي عنه انه صلى الله عليه وسلم كان اجود الناس بالخير وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فلرسول الله اجود بالخير من الريح المرسلة يعني حال النبي صلى الله عليه وسلم فيه من الجود ومن الكرم ومن الانفاقي ومن مراعاة حال الفقير من التكاكل والتراحم بينه وبين الناس كل الناس في رمضان اكثر من غيره في اثناء السنة كلها والنبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله بن عباسي شبه الكرم وشبه الخير من النبي عليه الصلاة والسلام كان اجود بالخير من الريح المرسلة الريح المرسلة دي من صفاتها من أوصافها أنها ريح متجددة دائمة يعني نتعلم من كده أن الخير اللي الإنسان هيعمله في شهر رمضان يكون خير دائم يكون خير مستمر أي أن كان نوع الخير إيه وأي أن كانت الطاعة دي إيه صدقة الجارية كده نعم يعني الصدقات بشكل عام مبدأ الصدقة هو موجود طول السنة وكل يوم لكن في شهر رمضان بنلاقي أن ربنا سبحانه وتعالى بيأمر به بالتحديد أكثر من غيره من باقي الشهور فلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يحث الناس ويراغب الناس في الإنفاق ومراعاة حال الفقير فيقول عليه الصلاة والسلام في أبسط الأشياء اللي الإنسان ممكن يعملها من فطر صائما كان له مثل أجله غير أنه لا ينقص من أجل الصائم شيء يعني مجرد بس أننا أفطر صائم حتى لو بشربة مية حتى لو بطمر حتى أي أن كان الإفطار هيكون إيه هذا الأمر اليسير السهل اللي هو بالمناسبة عادة عظيمة جدا عند المصريين نحن نبقى ماشيين على الطريق نشوف كمية الطراحم والتكافل بين الناس في الأمر هذا ويعني كأن الناس تحاول أنها تدبرك أنها تأخذ منك ثواب هتأخذ هتأخذ يعني مفيش وليس كنت أعود سحبني من الثواب من العادات الطيبة عند المصريين في شهر رمضان هذه المسألة وهذه العادة الحسنة التي في أصلها عبادة أوصل النبي صلى الله عليه وسلم الناس بها فخلق الرحمة هو في الأصل وصف لربنا سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى من أسمائه أنه الرحمن من أسمائه الرحيم كذلك النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى وصفه بالرحيم وما في أحد الله سبحانه وتعالى أعطاه إسمين من أسمائه ولا صفتين من صفاته إلا للنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ربنا يقول عنه بالمؤمنين رؤوف رحيم والله عز وجل يقول عن نفسه وإن الله بالناس لرؤوف الرحيم فنعرف من كده أن وصف الرحمة ده أنه لما أكون بترحم مع الناس بأرحم غيري بتعمل مع غيري برفق وبلين وبإحسان وبمودة وبرحمة وبعقف وتكافل ورفق ولين كل ذلك من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم بل ذلك من أوصاف الله سبحانه وتعالى